بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه المحمد صلى الله عليه وسلم هنتحدث معهم طرق خاصة باكتشاف او التعرف على زوية طلبات السلوك وبنرجع لبعض التقديرات الخاصة اذا كانت تقديرات خاصة بالمعلمين ده رقم واحد تقديرات خاصة بالولدين ده رقم اثنين وتقديرات خاصة بمين بالاقران والزملاء ده رقم ثلاثة وتقديرات الذات اللي هي تعود الى زوية طلبات السلوك نفسه طيب لو تحدث عن تقديرات المعلمين تقديرات المعلمين تعتبر من اصدق التقديرات واكثرها موضعية ان المعلم يذكر ان الطفل ده عنده طلبات السلوك ده من اهم انواع التقديرات الخاصة بزوي طلبات السلوك ان المعلم بيلاحظ والملاحظة من انجح الطرق الخاصة باكتشاف او التعاوف على المشكلات السلوكية والالطلبات السلوكية اموما جدا في مجال التربية الخاصة بس اهم حاجة ان احنا نبتعد عن ايه عن التحيص عشان كده احنا قلنا ان هي ان المعلمين اذا كان عندهم موضعية موضعية يعني يكون بعيد عن التحيص فبالنسبة لتقديراته تكون من اصدق التقديرات طيب ليه يجي بقى الرقم اتنين وهي تقديرات الوالدين طبعا في بعض الاباء بيذكر ان ابنه عنده مشكلات سلوكية وبيطلب من بعض الوالدين في بعض احنا بيطلبهم من المدرسة اجراء بعض اكتعديلات السلوك او بعض اكتعديل السلوك لابنه كمان عندنا مين تقديرات الاقوان او الزملاء الزملاء بيلاحظهم على زميلهم داخل الصف في بعض المشكلات اذا كانت مشكلات عدوان اذا كانت مشكلات انسحاب اجتماعية يقدروا يلاحظوا دا ويلاحظوا دا بالنسبة لزميلهم برضو تقديرات الاقوان او الزملاء برضو بتساعد في التعرف او الكشف عن زوي اطرابات السلوك اخر شيء وهي تقديرات الزات وهي خاصة ان احنا نطبق بعض الاختبارات على زوي اطرابات السلوك ولكن في الطراب السلوك الخاص بالعدوان والتخريب والحركة الزائدة أحياناً بيكون التقدرات الخاصة بالذات غير دقيقة لأن الولد ما يحبش اعترف أنه هو بيعتد على الآخرين أو بيخرب أو بيعمل بعض المشكلات ومن هنا ممكن أن نحن نرجع لتقدرات المعلمين ومعضو بالنسبة للتقدرات الموجهة نحو الداخل تقدرات الزاوية الطرابة السلوك أحياناً بتكون لها جانب مهم خصوصاً الخاصة بالانسحاب الاجتماع